إزاي نقدر نكتب رسالة بريد إلكتروني رسمية؟ هنلاقي جايب لنا في النشاط رقم واحد نموذج يعني شكل رسالة كانت مبعوطة من شخص إلى شركة أو إلى مدير الشركة إلى آخره تعال نشوف الرسالة بتاعت البريد الإلكتروني لما بيكون بشكل رسمي يعني إيه شكل رسمي؟ ويعني إيه بيكون بشكل ودي أو بشكل تكون غير رسمي؟ قال للشكل الرسمي لما تكون من شخص إلى شركة أو إلى مدير شركة أو إلى أي بتتكون بشكل رسمي أما الشكل أو الرسالة اللي بتكون بشكل ودي فبتكون بين الأهل والأقارب وبين الأصدقاء طب تعالوا نشوف مع بعض كده لما نبص على النموذج ده هنلاقي فوق من وإلى وكتب لي البريد الإلكتروني بتاع شخصين أحمد.gmail.com إلى رايح المين؟ لعثمان.global.group.gmail.com وبيقول لي الموضوع الشراكة في مشروع تنظيم الرحلات ده موضوع الرسالة بعد كده جايب لي إيه؟ عزيزي الأستاذ عثمان تحية طيبة وبعد أعرفكم بنفسي أنا أحمد صاحب مشروع العالم بين يديك وهو مشروع قائم على تنظيم الرحلات السياحية الداخلية بمصر يهدف هذا المشروع إلى تنشيط السياحة الداخلية بمصر والعمل على زيادة الانتماء وحب مصر من خلال تعرف تاريخها وآثارها وحضاراتها المتنوعة وهو مشروع غير ربحي يعمل على توفير رحلات سياحية متنوعة بأقل الأسعار لتناسب جميع فئات المجتمع بعد كده بينتقل لفقرة أخرى بيقول ولقد سمعتوا عن شركتكم المؤقرة اللي هي شركة الأستاذ عثمان نيفر تيتي وهي شركة نقل سياحي شركة للنقل داخل مصر لتأجير الحافلات المميزة ذات الطراز الجديد فوادتوا بيطلب منه أن أعرض على حضاراتكم فكرة مشروعية وذلك بهدف السعي إلى شراكة مع شركتكم فأتمنى أن تحددوا موعد مقابلة لعرض الفكر المطروحة والاتفاق على آلية الشراكة بيننا ساعدتوا بالتواصل معكم وفي انتظار ردكم مع أطيب التمنيات بعد ما قرأنا رسالة البريد الإلكتروني الرسمية اللي قدامنا دي تعال نحلل الرسالة عشان نستنتج مقوناتها ونقدر نعمل زيها مرة تانية فبيقول إيه؟ اقرأ الرسالة مرة أخرى ثم أبحث عن المعلومات الآتية وضع خطا تحتها تعال نشوف كده الترحيب فين الجملة اللي بتعبر عن الترحيب في رسالتنا؟ أحسنتم جميعا اللي هي تحية طيبة وبعد دي بتعبر عن الترحيب طيب نكمل كده مع بعض الجملة خلاص كده دي وصلنا لها أهيه بعد كده رقم اتنين عايزني التعريف فين الجزء اللي فيه شخص بيعرف نفسه؟ فهنلاقي إيه؟ بعد الترحيب مباشرة أعرفكم بنفسي أنا أحمد صاحب مشروع العالم بين يديك وده مشروع قائم على تنظيم الرحلات السياحية الداخلية في مصر ده الجزء الخاص بالإيه؟ الجزء الخاص بالتعريف تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا فلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن